طيب بمناسبة مباراة امباراة امباراة اتحسبت ضربة الجزاء على النادي الاهلي صح؟ حلو ياريت نعرف ضربة الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي انا من وجهة نظري انا بشوفها يا ضربة جزاء صحيحة ضربة جزاء صحيحة لصالح بيترو جيت اهي بص رجلة هانية في رجل الرقل انا لغاية النهاردة الصبح كنت شايف انها مش ضربة جزاء النهاردة لما جيت قعدت راجع عليها كده وانا كان منتهى الوضوح قبل الحلقة لقيت انها ضربة جزاء ماشي بس السؤال هنا السؤال هنا هي ايه المعايير يا جماعة اللي بيتم على اساسها اتخاذ القرارات التحكمية سواء باحتساب ضربة جزاء او حتى بتدخل الفار واضح ان مش كل حكامنا ملمين بالمعايير دي او مش عارفين امتى نرجع للفار وامتى نحسب ضربة الجزاء وامتى ما نحسبهاش مباراة ضربة جزاء حلو بسيطة جدا فعلا ضربة جزاء مفيش اي مشكلة وخلي بالك في نقطة تانية ايه ان لعبوا بيتروجيت طلبوا بطلبوا بركلتين جزاء تانين ما لهمش اي علاقة بضربات الجزاء ومع ذلك الحكم استنى الفار لما قال له صح ولا لا طب يا ريت يا جماعة تعرضوا لي ضربة جزاء سموحا اللي ما تحسبتش للاهلي بتاعت محمد شريف ضربة جزاء تاعت محمد شريف بتاعت احمد رمضان بيكم اللي تدخل مع محمد شريف وفيها تشابه كبير جدا بتاعت ما بين دي وما بين ضربة الجزاء بتاعت بيتروجيت الصحيحة مبارح انا بقولك يا غلط لا مش غلط بس حضرتك وحد لي المعايير يعني طالما حسبت بتاعت مبارح يبقى اكيد هو هو نفس المعايير اللي يقولك لازم دي تتحسب لو في زاوية جماعة قريبة وتدخل بك على رجل شريف ماشي مفيش اوكي بس في نفس الوقت دي مش محتاج مش احنا اللي حنعرض زاوية القريبة الفار حتى محمود بن بنا مرجعش للفار اللي كان مين على الفار بقى ها الكابتن مين عمر الشناوي ابن الكابتن احمد الشناوي المحلل التحكيمي ليه ما ما حاولش يراجع كورة ليه ما ناداش محمود البنا ليه ليه ما فيش استدعاء من الفار او تواصل او حتى انتظار لقرار الفار ما فيش اي حاجة حصلت من الكلام من دي امبارح في لعبيتين لبيتروجيت ما فهمش اي علاقة يا راجل بضربات الجزاء اصلا رجعوا للفار طب يا جماعة لازم نوحد المعايير المعايير لازم يكون واحد دول حكام ماتش سموح اللي كانوا مين بالمناسبة كابتن محمود بن بنا كابتن محمود ابو الرجال يوسف البساطي عمر رمضان لكن بتاع الفار كان عمر الشناوي ومحمد محمود لطفي عمر الشناوي ما في عدد كبير من اللقطات على فكرة انا بشوف ان كابتن محمود بن بنا عمل ماتش كويس بالمناسبة لكن في حاجات بديهية كرزة بتاعة محمد شريف دي لازم نرجع فيها للفار نشوف الدنيا تكون اي وارد يكون فيها تدخل وارد تكون ضربة جزاء كلام لكن ما حصلش حتى العودة للفار فهنا السؤال المعايير ايه يا جماعة حد دولنا انا بصراحة مش عارف كابتن عسان فتاح موقفه ايه الناس تقول ماشي تتمشي وناس تقول لسه ممشيش وحيبقى موجود ومش هيبقى موجود انا بس مستغرب من تمسك اتحاد الكور انا ده اللي مستغربه جدا بامرة ايه متمسكين يا جماعة مش عارف مش عارف لكن في كل الاحوال ما نشوف كلاتنبرج بصماته ممكن تظهر امتى رغم ان انا برضو من الناس اللي كنت شايف ضروري اوي كن حقا رئيس لانجهة حكام او واحد اجنبي هو اللي يشرف على تطوير الحكام ما كانش ضروري فيه كوادر كويس مش كل الناس كابتن عسان عبدالفتاح في امكاناته الفنية مع كامل احترامي لشخصه مش كل حكام ده المصريين كابتن عسان فتاح لكن بما ان القرارات ده اتاخد فنتمنى كل التوفيق فخلينا نتركب ونشوف ونتمنى تطوير في التحكيم المصري ويكون في معايير موحدة لاتخاذ بعض القرارات